الآن يتفضل الأستاذ الدكتور الشيخ حميد البغدادي من إيران عنوان بحفه محمد بن سنان الزاهري المتوفى سنة 222 للهجرة فليتفضش الدكتور حميد البغدادي أستاذ بحث خارج فقه وأصول دكتورات تفسير وعلوم قرآن له مشاركات عديدة في المؤتمرات العلمية مؤلف لكثير من الكتب والبحوث في المجلات العلمية الرصينة أرجو أن يكون الشيخ أيضا ملتزما بالوقت خلال ربع ساعة يتفضل الآن بتقديم موجز بحثه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالحقيقة البحث باعتبار عن الإمامين سلام الله عليهم وأيضا الرواة عنهم وهذا البحث عن محمد بن سنان الزاهري المتوف في 220 للهجرة إن المنظومة الشيعية من الرواة زاخرة بشخصيات كثيرة ومحمد بن سنان من الرواة الشيعة المعروفين محدث مصنف من مشاهير الرواة أدرك الأئمة الكاظم والرضا والجواد عليهم السلام وروا عنهم يعتبره البعض من أصحاب المعارف الخاصة له ما يقارب ألف رواية في الكتب الأربعة ورغم ذلك اختلف في وثاقته بين علماء الرجال فوثقه فريق وضعفه آخر ولذا فالبحث في تقييمه مهم جدا تترقت في هذه الدراسة لبحث هذه الجهات الوثاقة والضعف والمدارك في ذلك ثم تعرضت إلى إطلالة شاملة على سيرته وآثاره وأرائه مع التعرض لأذلة الطرفين من المضاعفين والمستشكلين في وثاقته والشواهد والقراء على الوثاقة كما تعرضت للروايات الواردة بحقه سلبا أو إيجابا ومن ثم بيان ومحاكمة أذلة التوثيق والجرح ومحاولة الوصول إلى النتيجة محمد بن سنان أبو جعفر الزاهري القزاعي طبعا محمد بن سنان عندنا من الروايات شخصيتين محمد بن حسن بن سنان الزاهري مورد البحث وعندنا شخص آخر محمد بن سنان بن ضريف الهاشمي ذكره الشيخ الطوسي في رجاله في صفحة 238 حديثنا عن محمد بن سنان الزاهري القزاعي له مسائل سأل بها الإمام الرضا عليه السلام مشهورة وقلنا أدرك الأئمة الكاظمة والجواد والرضا عليه السلام وروا عنه ووقع في أسانيد كثرة من الروايات في الكتب الأربعة بعنوان محمد بن سنان في 797 موردين وبعنوان ابن سنان في 447 موردين ما كان بعنوان ابن سنان عن الإمام الباقري أو الصادق فالمراد به عبد الله بن سنان الثقى المعروف المشهور وأما ما كان فيه عن الإمام الرضا فهو محمد بن سنان الزاهري وما كان عن الإمام الكاظم سلام الله عليه فهو مشترك قلنا يوجد جدل كبير واختلاف في وثاقته فلم تتفق عليه كلمة علماء الرجال واختلفوا من القدمى والمتأخرين في ذلك طبعا الأكثر من القدمى على تضعيفه هو جعفر محمد بن حسن بن سنان الزاهري من ولد زاهر مولى عمر بن الحمق الخزاعي وبالحقيقة يقال توفي والده فنسب إلى الجد كما يذكر الشيخ النجاشي ذلك باعتبار أنه كفله الجد فنسب إلى السنان وعن أحمد بن الحسين الغلائري أعلم من أعلام القرن الخامس صاحب التضعيفات المشهور قال أبو جعفر الهمداني وهذا أصح ما نسب إليه باعتبار اختلاف في النسب مقتضى كلام العلامة أنه زاهري لكونه من ولد زاهر ومقتضى كلام ابن عياش طبعا رح يجي تفصيل كونه زاهريا لكونه مولى زاهر ومقتضى كلام ابن الغلائري أنه همداني يوجد كلام أنا لم أتحقق منه أن بني زاهر من همدان فإن كان كذلك فلا يوجد إشكال في كلام ابن الغلائري مع كلام العلامة أو الآخرين قال الشيخ عباس القمي رحمه الله المتوفي 1359 في سفينة البحار وينتهي نسب محمد بن سنان إلى زاهر مولى عمر بن الحمق الخزاع المقتول في نصرة الحسين سلام الله عليه بكربلاء وفي رجال الكشي وكان محمد بن سنان مكفوف البصري أعمى فيما بلغني هذا الرجل الذي توب في 220 للهجرة لم يتعرض إلى سنة ولادته لكن على فرض كون عمره 70 سنة كما هو الغالب في تلك الفترات فهو من ولد 150 للهجرة وعلى كل حال فهو من أعلام القرن الثالث الثاني والثالث الهجرة قال الشيخ النجاشي المتوفي 450 للهجرة في رجاله محمد بن سنان أبو جعفر الزاهري من ولد زاهر مولى عمر بن الحمق الخزاع وكان أبو عبد الله بن عياش يقول حدثنا أبو عيسى محمد بن أحمد بن محمد بن سنان حفيدة ومن الرواة طبعا ابنه هو حفيد قال هو محمد بن الحسان بن سنان مولى زاهر توفي أبوه لحسن وهو طفل وكفله جده سنان فنسب إليه ينقل كلام من ينقل عن ابن عقده قال أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد وهو رجل ضعيف لا يعول عليه ولا يلتفت إلى ما تفرد به وأيضا ينقل قول الفضل بن شاذان لا أحل لكم أن تروا أحاديث محمد بن سنان وذكروا أنه وجد بخطة أبي عبد الله الشاذاني أني سمعت القاضي العاصم يقول إن عبد الله بن محمد بن عيسى الملقب ببنان قال كنت مع صفوان ابن يحيى بالكوفة في منزل إذ دخل عليه محمد بن سنان فقال صفوان إن هذا ابن سنان لقد هم أن يطير إشارة للغلوب يعني كاذا أن يكون ظاليا فقصصنا حتى ثبت معنا ويضيف الشيخ النجاشي وهذا يدل على اضطراب كان وزاد ويتعرض إلى جملة أمور بعضهم قال أن كلام الشيخ النجاشي رحمة الله عليه هو نقل وليس بالضرورة رأي للنجاشي عندما حاكم أذلة الضعف ناقشه في من يقول أن الشيخ النجاشي يذهب إلى ضعف محمد بن سنان ولكن هذا غير صحيح فإن الشيخ النجاشي رحمه الله في ترجمة مياح المدائن قال ضعيف جدا له كتاب يعرف برسالة مياح وطريقها أضعف منها وهو محمد بن سنان وهو صريح منه في تضعيفه وأما بالنسبة إلى صحبته للأمة فهو من أصحاب الإمام الكاظم والرضا والجواد عليهم السلام ولكن يوجد نقطة في هذا المجال أنه روى وفاة الإمام الجواد فقال البعض أن شخص مثل محمد بن سنان الذي هو يروي هذه الروايات الكثيرة ويروي وفاة الإمام الجواد فلا بد أنه عاصر الإمام الهادي ولا بد أنه روى عنه تعرض العلماء لهذه القضية وقالوا أن ذكره للوفاة ليس دليلا على معاصرة والرواية عن الإمام الهادي فلعله توفي قريبا من ذلك وتصور البعض أنه من أصحاب الإمام الصادق هذا غير صحيح جزما عده البرقي تارة من أصحاب الكاظم عليه السلام وأخرى من أصحاب الرضا وتالة من أصحاب الجواد عده الشيخ الطوسي من أصحاب الكاظم وأخرى من أصحاب الرضا وهناك صرح بضعفه ومن أصحاب الجواد وهذا الرجل قال عنه الكشي بخصوص الرواة عنه وهذا له مدخلية في البحث قال أبو عامر يعني الكشي رحمه الله قد روى عنه الفضل فضل بن شاذان وأبوه ويونس يونس بن عبد الرحمن ومحمد بن عيسى العبيدي الشخصية المعروفة ومحمد بن الحسين بن إب الخطاب الثقل الشهير والحسن والحسين بن سعيد الأهوازيان وابن دندان وأيوب بن نوح وغيرهم من العدول والثقات من أهل العلم هؤلاء الرواة عنه كثيرون منهم إبراهيم بن هاشم منهم أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي منهم ابن أبي عمير محمد بن زياد منهم بالإضافة إلى ما ذكرنا صفوان بن يحيى أحد أصحاب الإجماع علي بن إسباط ومن ضمنهم أيضاً محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ويونس بن عبد الرحمن روا عن كثيرين منهم أبو سمينة المعروف الكذاب الشهير الحسن بن شمون وأبوه وغيرهم له كتب كثيرة ابنه أحمد وحفيده كما أشرنا أنه من الرواة قلنا أن الأقوال فيه مختلفة بدق ثلاثة أقوال قول ذهب إلى ضعفه وقول ذهب إلى توثيقه والبعض توقف وأشهرهم العلامة رضوان الله عليه في مدارك في القائلين بالضعف تعرضوا إلى مدارك وأدلة أولى هذه المدارك الروايات الذامة وهي روايات كثيرة أوردها الكشي منها قال حمد وحفيد كتبت أحاديث محمد بن سنان عن أيوب بن نوح وقال لا أستحل أن أروي أحاديث محمد بن سنان وأيضا في مكان آخر إن شئتم أن تكتبوا ذلك فافعلوا فإني كتبت عن محمد بن سنان ولا أروي لكم أنا عنه شيئا فإنه قال له محمد قبل موته كل ما أحدثكم به لم يكن سماعا ولا رواية إنما وجدت يوجد بحث مشهور بالرجال أن الرواية بالوجادة بمعنى أن الشخص لم يسمع من شخص آخر إنما وجد المرويات فهل يحق له الرواية بالوجادة وإذا حق له الرواية بالوجادة هل يصح منه أن يقول رويت عن فلان كان ينبغي القول فهو كان يروي الأشياء وجادة دون أن يصرح بذلك طبعا الروايات بعضها معتبر بعضها غير معتبر هي كثيرة ولذا سوف لن أتعرض الآن إلى بعض هذه الروايات عن الفضل بن شاذان جميع الروايات عن الكشياء أروأ حاديث محمد بن سنان عني وقال موردين متعاكسين قال لا أحب لكم أن تروأ حاديث محمد بن سنان عني ما دمته حياً وهذه يعني ملاحظة تفيد في النقاش أن لعل الإشكال في أنه كان معروفاً بالضعف فلا يريد أن يروأ عنه في حياته بعد مماته لا إشكال في ذلك وبقية الروايات المدرك الثاني الاتهام بالغلو وبالحقيقة قضية الغلو أتحدث بها قليلا هو ينسب إلى الغلو وهنا نشير إلى نقاط الأول أن مبنى القمين أصحابنا القمين اللي هم في مدينة قم اللي كانوا من أهل الكوفة بالأصل الأشعريين بالحقيقة كانوا متشددين في قضية العقائد فكانوا لا ينسبون إلى الأئمة إلا ما اعتقدوا به فكان معروف عنهم أن الذي يروي بالغلوب يعارضونه فعندهم هذا الاتجاه العام مثل أحمد بن محمد بن عيسى محمد بن الحسن بن الوليد ومحمد بن علي بابويه وحتى شيخ الصديق رحمة الله عليه ثانيا هذا الكلام أنه في تلك الفترات وفي أزمنتنا الذي يعتقد بمشرب معين عندما يكون الطرف الآخر من مشرب آخر يسفل عليه الاتهام يعني لأجل أن نوضح أيضا أن عندما نطالع الرواة نجد أن بعض أصحاب الأئمة سلام الله عليهم اطلعوا على أمور غريبة من الأئمة لم يطلع عليها الرواة الآخرون وهذا مما يجعل بعضهم يتهم الذي يروي هذه الأمور بالغلو رواية عن الإمام الجواد سلام الله عليه قال يخاطب محمد يا محمد كيف أنت إذا لعنتك وبرأت منك وجعلتك محنة للعالمين أهدي بك من أشاء وأضل من أشاء قال قلت تفعل بعبدك ما تشاء إنك على كل شيء قدير ثم قال يا محمد أنت عبد أخلصت لله وإني ناجيت الله فيك فأبا إلا يضل بك كثيرا ويهدي بك كثيرا الملاحظ في روايات المدح مثل هذه وفيها بعض الإشكالات وما يأتي أنها مروية عن محمد بن سنان نفس الشخص أيضا إشارة قليلة يعني سريعة بالنسبة إلى الغلو لا بد أن يلحظ وتعلمون أن الغلو المقصود منه بعض الأحيان الإيمان بكرامات للأئمة وبعض الأحيان يقصد منه مسلك كان موجود هؤلاء يصلون إلى مرحلة يتركون العبادات ويتركون كل شيء وتوجد شواهد كثيرة الآن أنا أعرض عنها المدرك الثالث قلنا الرواية بالوجادة فبعضهم أشكل ورفض الرواية عنه في قضية الوجادة أيضا من ضمن المدارك يدعي هو أنه ينقل المعضلات وأيضا هذا يمكن المناقشة فيها في المدرك الخامس الغلبة غلبة الفساد في أحاديثه ونوقش في ذلك المدرك السادس وهو العمد تضعيف الكثير من قدم علماء الرجال وبالحقيقة يعني مثلا الشيخ المفيد ينقل عنه في رسالته العددية وهذا في أحد الروايات وهذا حديث شاذ نادر غير معتمد عليه في طريقه محمد بن سنان وهو مطعون فيه لا تختلف العصابة في تهمته وضعفه وما كان هذا سبيله لا يعمل عليه في الدين وروي عن الفضل بن شاذان في بعض كتبه أن الكذابين المشهورين أبو الخطاب ويونس بن ضبيان ويزيد الصائب ومحمد بن سنان وأبو سمينة أشهرهم طبعا هذا في بعض التهم ابن الغضائري يعبر عنه ضعيف غالي قلنا أن النجاشي ضعفه صريحا في كلامه عن مياح المدائني إلى آخره طبعا من المتأخرين أيضا السيد القوي رحمة الله عليه أيضا الضعف الذين مدحوا محمد بن سنان كثيرون منهم ابن طاوس منهم الشيخ الطوسي رغم أنه ضعفه في الرجال مدحوا في الغيبة وذكره في السفراء في فضل السفراء حل الغيبة وأيضا السيد بحر العلوم سيد مهدي بحر العلوم رحمه الله والجزائري وغيرهم أيضا من المتأخرين السيد الحكيم رضوان الله وقدس الله سر السيد محمد سعيد الحكيم أيضا كان يناقش في هذه التفصيلات ووردت روايات كثيرة في متحه كثير من هذه الروايات عن طريقه وبعضها ضعيف بالنسبة إلى الروايات عن أحد الأمور التي يمكن نفي كونه يمكن نفي كونه من الكذابين المشهورين روايات مثل أحمد بن معمد بن عيسى ويونس بن عبد الرحمن وصفوان ابن يحي هؤلاء المشاهر من غير المعقول يمكن أن يروع عن الضعيف لأسباب كثيرة لكنه لا يمكن أن يكون من الروايات المشهورين بالضعف وخصوصا مثل أحمد بن محمد بن عيسى الذي أخرج البرقي وسهل بن زياد لأنهم يروعون عن الضعف فلا يمكن القول بأنه كان مشهورا بالكذب ورواية الأجل لا عن وإن كانت مدركا قويا إلا أنه غير كافي في الوثاقة من المؤيدات لاعتبار الرجل بوقوعه في أسانيد كامل الزيارات وتفسير علي بن إبراهيم القمي وهو مدرك لا بيس به لكنه لا يؤدي إلى الوثاقة في الخاتمة نقول أنه توجد ثلاثة أقوال التوقف فيه كما ذهب العلامة وهذا التوقف بالحقيقة لا يحل المشكلة لأنه عنده روايات كثيرة التضعيف وهو الأصح على الأقل برأينا وإن كنا لا نذهب إلى أنه مشهور بالكذب وكذا كالشيخ ابن الغضائري والشيخ النجاشي والشيخ الطوسي والسيد الخوئي لوجود روايات ذامة له والجرح الصريح له من قبل كبار العلماء التوذيق كما ذهب إلى ذلك الحر العاملي السيد بحر العلوم ولو توجيه الأقوال المضعفة وما روي فيما ظاهره الذام أنه على غير الظاهر واعتبروا أن رواية واعتماد مثل أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي يدل على متحه وثاقته وانتهوا بالنهاية إلى القول باعتباره والحمد الله رب العالمين والصلاة السلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صلي على محمد وآلي محمد الشكر الجزيل الدكتور حميد البغداد على تقديم هذا الأمرخص النوفي والتزام بالواق نتمنى له التوفيق في أعماله القادم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر